فجاء أبوه عمه فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يابن عبد المطلب قد بلغنا أنك تقري الضيفة وتكسب المعدومة ويتفك العاني وتعين على نوائب الحق وقد جئناك في فداء ولدنا زيد فأحسن إلينا في فدائه يعني لا تغلي علينا الثمن فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام أولكما في خير من ذلك قال وما ذاك قال أدعوه فأخيره فإن اختاركم فهو لكم بغير ثمن وإن اختارني فما أنا بالذي يختار على من اختارني فدعي زيد رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا زيد أتعرف هذين قال نعم هذا أبي حارثة وهذا عمي كعب فقال له عليه الصلاة والسلام فإنهما قد جاء في فدائك فإن اخترتهما فأنت لهما بغير فداء فقال ما أنا بالذي يختار عليك أحدا يا رسول الله فقال له أبوه وعمه ويلك أتختار الرقة على الحرية فقال لهم إني قد رأيت من هذا الرجل شيئا فلا أختار عليه أحدا فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم تلك المقالة قام في جوف الكعبة وقال اشهدوا يا معشر قريش أن زيد بن يرثني وأرثه فدعي زيد بن محمد فرضي أبوه وعمه ورجع إلى أن نزل قول ربنا جل جلاله أدعوهم لآبائهم هو أقصط عند الله فرجع زيد رضي الله عنه يدعى زيد بن حارثة